الميزانية التشاركية بالنسبة للبلديات على المستوى المحلي هذه التجربة وقع الانطلاق فيها في بعض البلديات في تونس وثم الدكتور جراهم اللي ألف كتاب معروف اسمه Beyond the Bullet ما بعد الانتخابات 57 innovative democratic tools from around the world كتاب اسمه Beyond the Bullet ما بعد الانتخابات جمع فيه 57 تجربة مجددة للديمقراطية من الديمقراطية التشاركية من حول العالم ومبعدين خلص إلى حسب تقييم معين قام بتقييم الأدوات هذه وخلص إلى أفضل عشر ممارسات أو أفضل عشر أدوات البيتجاب التسيباتيف يجي في المرتبة الثانية مباشرة بعد الريفيرندوم الريفيرندوم نعرفه أنه هو يتيح قاعدة واسعة جدا للمشاركة ولكنه ما هوش درجة لأنه الكلفة بتاعه باهضة أولا وثانيا هامش الاختيار ما هوش كبير يعني أنت تقر أو لا تقر نعم أو لا في أغلب الأحيان وهكذا عليش البيتجاب التسيباتيف يجي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في أدوات تنزيلة الديمقراطية التشاركية وهكذا عليش نحن مبيني أدوات الكل وهو مشيحوز نصيب الأسد ومشارك زوالي من خلال الثلاثة مدخلة مدخلة المدخلة 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 المشتكون من طرف سيوسري مقدش وهو conseiller à l'intérêt public سمعني conseiller de service public donc diplômé en sciences de gestion de l'école nationale de l'administration de Tunis et de l'école nationale d'administration à Paris il est président de la coopération d'intérêts entre les municipalités au sein du ministère de l'Intérieur où il était chargé des programmes nationaux actuellement il est président du bureau des programmes dans le centre de formation et du support à la décentralisation CEFAD au ministère de l'Intérieur il est également un formateur certifié dans les domaines de la gouvernance participative locale et des compétences de gestion et de gouvernance donc je n'ai pas envie de donner un point بلدية منزل بورجيبا وعلى أهمي جزئة للموازنة التشاركية وإنحظة الإمكانية التي قتلت باقيه أخرى في بلدية منزل برغيبا ونختم بالنسبة للموازنة الموازنة الموجودة Cou Vice Presidente des Achats de la Municipalité deaka Diante前, Lill, میںandeau 야اج 부ijn Awardом para العملzepين. Il est membre du Comité Regional des Marchés Publics pour le Commissariat Régional de l'Agriculture et de l'Éducation et de l'Université de la Manouba au Gouverneurat de Manouba. M. Louh est également informateur dans le domaine de gestion financière municipal. Il a été Trésorier, Financier et Municipal de 2002 jusqu'à 2007. وأحيل الكلمة إلى السيد يسري مكديش المدخلة التي تصبح في الفرنسي إن شاء الله أجزاء مختصرة ونحن أن تكون طويلة وليس في الفرنسي لأننا نفعل كما قالوا نحن الجامع بينما لا نقضم ونحن نشوفه ونحن نسمعه ونحن نشوفه ما بعضنا في الحقيقة إذا أحدنا أن نقضم هذا الموضوع أقول أن هناك في المنظف في المنظف سوف أعطيك أن أعطيك أنه يقوم بفرسنة بشكل أساسي بشكل أساسي بشكل أساسي يسألتك بالمجرد Stationnement et investissement. تحطة المهمة، كonie أعتقاديني أو أطوaneك من الدرجة pertama، يسأحني بكさ ومن ثم نقول لي البطار half works. أشأهم نحن السفقية. أم abbiamo المهمة للأزين من دور e بطار العالب سعدنا. فنحنального kami حضنoughنا للأزين من دور احلati Mengنم، تكون followsلنا والأزين منن 갈 codesaka، هذا هو نوعًا الوابع الموزولة. إذن أن مائناك ثم أفضل أفضل البعض بحضورة للعودة لتعالج المزيرة في الوقت. هذه الطريقة هي التي جاهزتها لذلك – شهر ، ولم تنظل البعض. هذا المستقبل بحضورة لليست المزيدة. إذا لا يمكنك إخبار المدينة القديمة لكي تخطروا مفتاحة للمنزلين على ايوان أن يمكن أن تخطروا من إجابة المدينة يعني لا يمكنك إجابة الأخوة المدينة للمنزلين لكنها سيكون لكي تخططان أعادة والملاك المترجم للتواصل الوصول على الوقت وقربة الطريق. فهذه بحقية هو فعنالات الأخيسة سيديك�� وقته سيديك في القطاة وقبل العامة للمساعدة بهذا التواصل التجربة مجملة لفعنة سيديكة وأنه سيديك ونطاة هذا هو المقبل الاشترابي اقول بأنه ذلك هم الذي يقولونه ، ليست العديد من المشاركة. يتمنى لكي يكون هذا المشاركة في البيان الذي يجب أن يفعل لفرصة لفرصة قد مواجهة بشكل مواجهة بالمواجهة من الحياة. سوف نرحب الى دونت مرحباً بقى 2 ملت كل يمكن أن يجب أن يفعلون 5 ملتين أو يفعلون أيضاً في الملتين المهمة في ملتين على مايوه الملتينة التي يجبونه الملتين بسيارة في المنزل سيكون متى آخرين يجب أنه في ملتينة ورخرة في نفس الى الغية من الملتينين في الملتين ومع الملتين يجب أن يدخل في المنزل للشخصية في البدرسي في أطرق العين Paris a beau En septembre 2014 Une innovation démocratique majeure arrive à Paris Le budget participatif Pour la première fois La maire de Paris remet les clés du budget aux parisiens Mais au fait Le budget de Paris Comment ça fonctionne ? Il est composé de deux parties D'un côté le budget d'investissement Pour la construction et la rénovation de bâtiments Ou de l'espace public De l'autre le budget de fonctionnement Qui permet à la ville d'agir au quotidien Un exemple ? إذا أرخل في عامات مهلة سيكاور سيطة طريقة يتخطط أي الشخص والناس للتعالق ، kostenه يتخطط أعمال أليس منظرة. ـ 2004 و2020، تركيز سيطة التعالق إلى إستخدام كل يkryذين إستخدام منية المهلة حيث تكون المعرة صادية . وإن من المستخدم المتتخدم Nayر سيطة طريقة مهلة سيطة جاهدة لبقاء، سيطة وبدأهم الغدل . لل الزرطة طريقة مرة أربعة سيطة وأخير من خائل في حئلة أو جدن لفضيلة الجهازية . ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ح missing Lacroix ليبتون انه ربما بحول يعينها وارغان يدو أن ين Nein استعاد الشعاب عليها. نحن ربما بحول جديد لفيصورات الحالية في البريسة السبب برقنا فاشو. نحن نرحل به الآن من أجل ، فهذا ستردني من المقام بحول من الله ين عردي حوالي كيستردني إلى شعط للمشاركية. هذا هو الذي يمكن للتعادة للمجاعدة لديهم جداً للمجاعدة من المشاركة بالنسبة للمجاعدة من المتطVer المنزل ولم يمكن للدخول الثباء للمجاعدة من المعرفة والمجاعدة من المنزل اسبحتφοgovين، حيث يرونك وغلق الناس وحيث انه سؤالك. ولكن انتظارنا هذا المشارع، ان ينطبق إذا ما يحاولون هو التواصل الاشمتاد الذي يوجد كصدر المسابين ويطالبون فعله الخلوي على سيارة بالمجانب الى المنشارة. un expert avec des couvertures vraiment enormes parfois c'est un expert étranger alors on trouve pas mal d'experts qui sont de la localité qui veulent développer leur commune et qui sont prêts à collaborer à faire de l'expertise gratuitement gratuitement surtout et donc la commune peut bénéficier de cette expertise citoyenne également on a constaté et celui-là il vient même de la Tunisie surtout après la révolution بعد la révolution on a vu des citoyens qui s'opposent à la réalisation de projets qui sont déjà approuvés par le conseil municipal en se disant que non ce projet ce n'est pas pour nous, ce n'est pas nous qui avons choisi ce projet est inutile on ne le veut plus et il y avait vraiment des situations conflictuelles là où les citoyens sont opposés à la réalisation de ce projet là donc ils ont empêché même l'entrepreneur de faire les travaux ça c'est en Tunisie alors on a constaté après l'adoption de ce processus là qu'une fois le citoyen a choisi le projet il va le défendre plutôt que de l'empêcher de se réaliser et on a même assisté à des situations ironiques là où l'entrepreneur disons a fait des retards, a enregistré des retards dans la réalisation de projets et puis le maire de la commune a dit aux citoyens j'ai rien à faire avec cette situation là c'est l'entrepreneur alors les citoyens sont allés à l'entrepreneur lui frapper sur la porte allez-y on attend la réalisation de projet là pourquoi vous enregistrez les retards allez-y donc les citoyens sont devenus une force de réalisation de projet et ce qui revient à ce que l'application du budget participatif est un outil de gestion ou bien de prévision et de gestion des conflits qui peuvent résulter du choix de l'investissement on a également vu que le budget participatif est un moyen d'améliorer l'efficacité de la gestion des affaires communales à travers le choix des projets les plus prioritaires pour la collectivité locale on a également remarqué que l'application de ce projet là vraiment développe la transparence et la redevabilité de la commune vis-à-vis de leurs citoyens et évidemment la participation citoyenne avec tous les tous les les bienfaits alors on peut résumer que la participation citoyenne va pousser la transparence qui va pousser l'efficacité de l'action publique qui va de sa part améliorer la confiance dans la commune qui va améliorer la contribution des citoyens dans les finances locales et évidemment on va assister à une situation d'amélioration de services et plus d'investissement ce qui revient à plus de satisfaction du citoyen et finalement on se trouve dans une situation non plus d'habitants de simples habitants ou bien de simples administrés mais plutôt de citoyens ça c'est l'idée du budget participatif alors brièvement je vais présenter le BP à travers le monde maintenant on compte presque 3000 expériences au travers le monde oui et après c'est la carte du budget participatif dans le monde on voit une concentration dans l'Amérique latine qui est vraiment l'origine de l'adoption de cet outil là et puis maintenant on trouve une vraie concentration dans l'Europe et bien ici l'idée que le budget participatif est applicable aussi bien dans les pays qui sont sous le règne de la dictature que dans les pays démocrate et pour l'anecdote je me rappelle on a essayé il y a un maire au Canada qui a voulu qui a entendu parler de ce budget participatif il a voulu l'appliquer alors il a fait tout le nécessaire et il a mis en place les citoyens étaient très contents d'avoir choisi leur projet et d'avoir le projet devant eux réalisé le mandat de ce maire terminé nouvelles élections un nouveau maire et un nouveau conseil le nouveau maire s'est dit je suis élu pourquoi devrais-je consulter les citoyens pour choisir l'investissement mais je suis élu j'ai la légitimité électorale plus de budget participatif et bien il s'est retrouvé sous la pression des citoyens qui ont exigé qu'il continue ce que son prédécesseur a fait il a discuté il a débattu et finalement il a cédé pour les citoyens il a continué l'adoption du budget participatif alors rapidement je vais présenter ce qu'on appelle les clés de réussite du budget participatif c'est un processus qui est vraiment très sensible je ne vous cache pas qu'il y a qui a au travers le monde un haut taux d'échec il ne faut pas le cacher les experts estiment le taux d'échec des expériences du budget participatif entre 25 et 30 ce n'est pas peu entre 25 et 30% des expériences du budget participatif ont malheureusement échoué et donc là on va voir ensemble les clés de réussite du budget participatif premièrement c'est la volonté politique la volonté politique exprimée par le maire et les élus locaux il ne s'agit pas de faire de la mascara démocratique non il s'agit de bien participer le citoyen dans la gestion des affaires locales la formation citoyenne on a également constaté que sans la formation citoyenne sans que le citoyen sait ce qui est demandé de lui sans qu'il sache les prorogatives de la municipalité les ressources disponibles les marges de manœuvre ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire ce qui relève de la commune ce qui relève de l'état ce qui relève de son domaine de compétence ce qui ne l'est pas le processus ne peut pas avoir vraiment succès et l'organisation des citoyens et là je m'adresse aux associations de aux organisations de la société civile pour vous dire là que c'est votre rôle ça c'est votre rôle la société civile elle est vraiment partenaire dans ce processus là de budget participatif elle est vraiment un partenaire privilégié qui doit former le citoyen et l'organiser pour avoir les meilleures idées et pour avoir un processus qui est vraiment dans l'ordre et l'engagement de toute la société pour le succès de cet outil là alors et comme on a fait les clés de succès je vous présente très brièvement les pièges à éviter pour c'est Hatem qui nous demande 10 minutes oui alors le premier c'est ne pas réaliser le projet choisi c'est un des facteurs d'échec des expériences parce que vous vous rappelez que l'idée du budget participatif c'est qu'elle sert au gain de la confiance du citoyen la commune retrouve la confiance du citoyen vis-à-vis d'elle une fois supposons ou bien imaginons que la commune a fait le processus que les citoyens ont choisi que la municipalité a approuvé et puis elle n'a pas réalisé alors perte de confiance totale alors il nous faut beaucoup de temps pour retour en arrière et gagner la confiance donc une fois le projet voté doit être réalisé et le deuxième c'est l'isolement c'est le fait de ne pas communiquer pourquoi j'ai choisi l'exemple de Paris parce qu'ils ont vraiment une stratégie de communication magnifique et la communication commence même avant le choix de l'investissement elle commence pendant les séances de sensibilisation des citoyens pour leur expliquer c'est quoi le budget participatif pourquoi vous allez venir pour choisir votre projet et la communication continue jusqu'au choix de l'investissement mais également pendant les procédures d'ouverture des plis et de choix de l'entrepreneur et pendant l'avancement de la réalisation du projet dans toutes les étapes là il faut avoir il faut prévoir une très bonne stratégie de communication pour le citoyen et il y a un autre élément très important c'est le fait de ne pas rendre des comptes on peut choisir le meilleur projet on peut implémenter la meilleure procédure mais finalement le citoyen se dit et bien on a on a fait un projet de 100 millions 100 000 dinars qui nous dit que ce projet n'a pas vraiment coûté 80 ils commencent à se demander alors c'est pour cela que la commune doit à chaque étape faire des comptes pour le citoyen donc avec cela j'aurai fini mon exposé je veux remercier merci beaucoup c'est مرحبا بكم في بلادكم تونس شدوا الأحزمة سوف ننزل في مطار الميزانية التشاركية في تونس على أرض الواقع أمال حمراني أنا خبت من طرف المجلس البلدي كمشرفة على برنامج الميزانية التشاركية كبرنامج نموذجي بالنسبة للجمهورية التونسية مع ثلاث بلديات أخرى بلديات المرسى، بلديات توزر، و بلديات جيبس و كنا في أربع بلديات بدأنا مع بعضنا كما يقولون المسراوي و باش إن شاء الله نكملوا مع بعضنا أنا طوى باش نحكي لكم على المراهل الميدانية راو نظري ما شاء الله ما شاء الله اليوم اللي قعدت معاكم و أنا تعبيت بالنظري أما على الواقع أنا باش نقدم لكم شنوة الواقع اللي ينتبق على الواقع التونسي إنه البرنامج هذا راو براتيكابل في تونس عليش براتيكابل في تونس خاطر إحنا بعد الثورة نحب البيبان المسكرة تتحل و إفكتيب مو بالبرنامج هذا البيبان تتحلت قدام المواطني باش نبدأ؟ في منزل برقيبة كانت بحكة ميكرو لا لا صباح في منزل برقيبة اللي يقدمكم هي السيتاناريتي التي عملته البلدية مجلس بلدي مع الجهازات و مع الجمعية حراك الجمعياتي هذه اللي جاتنا و جبت لنا البرنامج هذا ممول من الجهازات كبرنامج نموذجي هنا احنا كمجلس بلدي مفرحنا بالفكرة أنه احنا باش نطبقوا التصورية اللي في وسطنا و صادقنا بالإجماع على تبني البرنامج هذا في بلدية منزل برقيبة وباللغة هذية اللي صادقنا عليه بالإجماع هذه اللغة هذية و صح عليه الوالي متع الجيها متع جيد بن زرد صادق عليه و من وقتها احنا بدينا في البرنامج البرنامج كان اول ما بدينا بدينا مع المجتمع المدني استدعينا كام الجمعيات المتواجدة منزل برقيبة و وقعت لهم فورماسيون بتاع تلاث ايام في المدة تلاث ايام هذي قدمنا لهم شنو الميزانية التشاركية كما تقدمت لنا احنا كمجلس بلدي وتبعوا في تلاث ايام هذو ما فيهم و هما تبنيوا كما تبنينا احنا مجتمع مددي متاعنا تبني المشروع والتزم انه بشي عاونه فيش بشي عاونه في البيبليسيتي في الايام التحسيسية خاطر احنا بش نرفع المشروع و بش نهبطوه للمتساكنين ويلزمهم المتساكنين يفهموا شنوه البروزيسيوس هذي بدينا بالمجتمع المدني انا بش نوريكم الكنفنسيون التي تصححت من طرف المجتمع المدني تصحح متاع المجتمع المدني و بمجتمع المدني و بدينا المشوار هذي بدينا المشوار بديناه اه ايه انا غير فارغة هيا بدينا انا حاضر لنجح هيا هيا و نسمحونا نحن الكبارة و لم نتقدمني في الوحيد هنا لن نعيشكم يوم بيوم نحن عشناها في منزل بورقيبة على أرض الواقع هنا مدينة منزل بورقيبة مدينة كبيرة برج مدينة منزل بورقيبة فيها بلدية الأم وفيها زوز دواء يجينا نشوفه احنا باش نعمل على ثلاث دوائر ما نوصلوش نوثي منها حظري يزمك تدخل المواطنين ولينا نقسمناه على أربع دوائر الأربع دوائر هي وسط المدينة حي النجاح اللي يعرف منزل بورقيبة يعرف حي النجاح حي الثورة وشلاغمية وهنا كان وبدين الحملة الإعلامية الحملة الإعلامية بدينها وقسمنا كل دائرة عندها جمعة جمعة تبدأ بالعملية الإعلامية والتحسيسية والكل نوصلوا للثبت ولا حد احنا وقتا باش نكونوا حظرنا المواطنين باش يجيونا سبت واحد ونتقابلوا معاهم هذا الفلقاني باش نحكي لكم معريف هذه نتيجة الإخرانية لغالب داها دخلة من اللور هذه نتيجة الإخرانية اللي يوسد نالها من بعدها نارجعو لها مش مشكلة هنا حملة الإعلامية اعملنا دستانت قدام البلديات ثم قراءة جديدة يجب على قسم البلديات وبعدها ثم دخل يدخل البورطة للحي كان يجب على المسلمين و يقل منه فى المسلمين فى الناسة والمسلمين فأنتعدي الى مراحل اعلامية هكذا اكتشراً مع المواطنين والله يسامحوني لكي نقول لكم حاجة تجربة مزيانة برشا تجربة مزيانة لا تخافوش منها رأوا المواطن التونسي حاضر للأشياء هذية يستنى فينا والذي شفناه احنا في التجربة متاعنا كان القبول حسن تقول بلدية ركب تشارك في البلدية في اخذ القرار يكونوا متواجدين معنا هنا هذه الحملة الاعلامية كيفاش كانت لكي نتعدى بكم هنا دخلنا للمنتداء المنتداء هم يومين كيفاش يكون يوم السبت هو نقدم الميزانية التشاركية كفكرة للحاضرين ونقدم الميزانية المواطنة كيفاش تبسطنا المسلحة المالية بسطة الميزانية البلدية في طابلوب كي يقرأها بشفافية وسهلة ينجم يفهمها حتى القائل ينجم يفهم الميزانية البلدية والمداخل والمخارج وكل هذا اليوم الاول كان مع العلم أن اليوم الاول يكون سعيد من الول خطر أي مواطن يأتيك سوف أخبرك على قدام دارو على مشاكلهم يوجد جلسة مهيدية من الول امام بعض يأخذ المواطنين يتحدث معهم يشيق على التفاعل ويفهمهم لماذا حضروا حضروا الميزانية صدقوني اليوم يحضروا اليوم الثمانين اليوم الثاني يرجعون اليوم الثاني اليوم الثاني وكان المنتداء نجح هذي حي النجاح حي النجاح هو المنتداء أنجح فيه المنتداء ومنظمة عتيد كانت هي مباشرة معنا وكان من أحسن المنتداء وهو من أكبر الأحياء في منزل بورقيبة ويقولون من أصعب الأحياء أما لكن لا هم مواطنين الخديمة البسيط المواطن البسيط اللي يستنى فيك لتشد مدهد وتخرج به وهذا اليوم الأول كنا متواجدين لكي نفسروا لهم لكي نمشي بكم اليوم الثاني يوم السبت ويوم الأحد هذا عتيد في اليوم الثاني هذا اليوم الثاني نحن كاوتوريتي خرجنا نحن لحد نحن كبلدية كإدارة وكأعضاء مجلس خرجنا منيش متواجدين في السالة اللي متواجدين في السالة هم المواطنين اللي رجعوا باشين تخبوا الأفكار و باشين تخبوا من سيمثلهم في الأفكار هذه مع البلدية هنا احنا نخرجوا البرة ونخليوهم مع الميسرين أنا راني سامحوني خاطر أول مرة راني نحضر اه اه اذكر أن اسبقتكم بالكلام كما نقول بالتونسي روى في أقتليلمينا المجتمع المدني خرجنا منهم ميسرين الميسرين هذوما ناس مطوعين جاءوا بشيخدموا معنا اللي هم بشيخدموا منهر لحد وقاعد تكوينهم من طرف الحراكة الجمعياتي في البرسيوس وهما الذين عملوا التغطية مع المواطنين في اليوم الثاني حتى تشوفوهم الميسرين شاهدوني أين أورا البلدية راني من البرا نتفرج هكذا نصخف لا يوجد حق نتدخل اليوم الثاني هذا ميسر الأخت هذه ميسرة مدام فاتمة موجودة معنا كبحدة سلسدي هنا حتى نوضح هنا سارت في فرنسا سارت في تونس سارت في فرنسا ما شاء الله ونواطنين بدأت تلاقش في الأفكار آه أنا أصدت لم أقلت لكم ما هو البيتجي البيتجي هو تجميل المدينة مع قيمة 100 مليون ومع قيمة 5% من ميزانية البلدية رأيت رأيت الظرب ينسي هنا يناقشون المشاريع في تجميل المدينة ينجم ويأتي فكرة الحية وللأحياء الأخرى أعطيناهم للي بغتة لكي نتعدد تزربوا في وقت دقيقة دقيقة هنا في اليوم الثاني هذه مناقشة الأفكار هنا يخرج من كل يخرج واحد يحكي على الأفكار يقدمهم للحاضرين يقدم تقديم الأفكار هنا هنا تقديم الأفكار تقديم الأفكار هنا سيعلقوا الأفكار تواب يدخلوا الانتخاب للأفكار هذه هي المشاريع المقترحة هنا الانتخاب سيئ المواطنين يشدوا الصف وينتخبوا على كل حي ثلاثة أفكار وثلاثة أو هنا يصفوا الانتخابات لاختيار الأفكار بعد ما اختاروا الأفكار هنا الميسر يفحسر لهم كيف يختاروا ممثلي الأحياء خاطر كل حي يخرج بثلاثة أفكار وثلاثة ممثلين على الحي هذكا هنا هذو ممثلين الأحياء كيف تم انتخابهم ممثلين منطقتهم السكنية هنا يحسبوا في كانت عتيد هي الموجودة وقع يحسبوا في الاقتراع هذو ممثلوا الحي النجاح ثلاثة مختار قسري أمير الدريدي مهر الزيودي وبعد الميسرين والحاضرين عملوا أربار حاجة لي مزيانة أنه شوط انت كل حاجة كل حاجة صارت اليومين هذوك وقع لها تقرير عليش تقرير كيف تنجم ماهو السعوبات كيف يقص كيف تكون في المنتدالي بعده لأننا هذه المنتدالي لقد اخذناه المرة الأولى وكملنا فيها في 2014 و2015 وقد عدينا في 2015 ومع منزل بورقيبة التي أعطينا الحرية للمواطنين كي يختاروا لبريكة لقد اختارنا للمرة الأولى المرة التي حصلت لها لقد اختاروا الطرقات المواطنين في 2015 و2016 يمشون في الطرقات هنا نشكركم لكي نرى لكي نرى الأحياء الآخرين نفس البروسيسوس لكي نختم بها احنا عشنا تجربة حلوة برشا في منزل بورقيبة والتجربة هذية زادها عشتها المرسى وقابس وطوزر على إثر التجربة هذية احنا خرجنا بحاجة حلوة برشا الأربع بلديات هي أنه كونا شبكة بلديات وطوى احنا تقدمنا وعملنا في الموضوع هذية ولي فيه البنت اميرة وأنا ومن بلدي توزر ومن بلدي قابس وطوى دخلنا في اللي فورماسيون حطر يجب انت تكون للدليجي اللي طلعوا لك لاثناش من كل واللي هذي الفاسيليتاتور بشتكونهم بشتقدم بهم القدام حطر المشروع هذية لا يجب ان يقعد في الرفوف وفي التنظير يلزموا على الواقع يتطبق على الواقع وشكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحقيقة انا بش نتناول اليوم الموضوع من زاوية اخرى من جانب اخر طوى عنا اربع سنوات واحنا نتحدثوا على التشاركية نتحدثوا على الميزانية التشاركية كالية هامة لتحقيق التشاركية فهمناها حفظناها عرفناها لين نولينا احنا بدين ننظروا فيها مش بركة نستناول في نظريات تجينا من الخارج لكن ماذا بعد طوى بعد اربع سنوات من التنظير والمعناها الحديث على مستوى الافكار والمفاهيم اما انا الاوانا نبدأوا نطبقوا في التشاركية متاعنا ونشوفوا رواحنا نظرنا له شوفنا له هذا ينسجم وقادر بش يتطبق على الواقع متاعنا ولا لا والطريقة هذه هل نلقى بش يحق هل تشاركية هذي ريال موهم هم قاعدين والساعة في تنفيذ التشاركية قاعدين يعتمدوا في التشاركية، ولا لا ولا نلقى ان جهات قد تكون هي الجهات المركزية الحكومية ولا الادارة المركزية هي التي قاعد تتصور وتعطي تصورات في تنفيذ المشاريع ولا في تنفيذ البرامج التشاركية كما تراها هي والحقيقة معناها بحسن النية أو بسوء النية دي ما تلقى عندها الخلفية المركزية وخلفية الإدارة اللي هي ماسكة كل شيء وخلفية المواطن ألا تقريباً ما عندوش علم ما يعرفش برشة ناقص ما مش مشارك ما مش مجرب إلى آخير هي أنا الحقيقة باش ناخذ المسألة قراءة نقدية ولو معناها بسرعة وبسيطة لها التشاركية مش في مفهوم التشاركية مش في التشاركية في حال ذاته التشاركية راهي شيء هام جداً بل التشاركية من أجلها قامت ثورات ثورات وحروب قامت من أجل التشاركية المواطن هو الذي فرض التشاركية ومن حقه أنه هو كذلك يشارك ويفرض كيفية وطريقة تنفيذ التشاركية هذه ومش تتصبل وصبان من فوق بالقمع الحقيقة أنا عندي جزئين المداخل المتاع بش تكون فيها جزئين الجزء الأول هو كراءة نقدية سريعة والجزء الثاني ولا هو بالنسبة لياني هو الأهم هو طرح فكرة أعتقد أنها مبتكرة من عرش ربما أنهم بعد نتناقشوا فيها ونقشوها فكرة لتسيد التشاركية الحقيقية التي تخلي من المواطن هو المواطن الفاعل وليس المواطن المشارك وجينا التشاركية هذه بآلية الآلية المتفقين فيها الكل وهي الميزانية التشاركية ألا يكون المواطن فيها شريك فاعل من أولها إلى آخرها دون أن يقع استثناؤه في أي مرحلة من مرحلة ربما النقد الأول لتشاركية الساعة كمفهوم في المفهومة متاحة التشاركية اسمعنا بكنا واسمعنا طوال منذ سنين أن التشاركية تعني تشريك المواطن في التصور في وضع البرنامج تصور وضع البرنامج وبعد يوقف هنا في التنفيذ نلقاه غاب المواطن ثم بعد لك شي نلقاه ربما رجعوا المواطن في المراقب ولا قد ندخلوا المواطن بين السطور هذه في المراقب عبان والتنفيذ وين المواطن مش بيت تشاركية ما نجمتش تعمل تصور لوجود المواطن ومشاركته في المرحلة هذه عليها الأفكار القاسرة على ذلك لا ولكن يبدو أنه ديما قاعدين أعتبروا أن المواطن غير قادر على أنه شارك في المرحلة هذه لأنه غير قادر لا على ما عندوش المعطيات السعلي أن المرحلة هذه مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأهم والأخطر باش نعلمكم ونرجعكم شوية أن في 2012 في حكومة الترويكا في 2012 والميزانية التكملية لسنة 2012 جابت ألاف المشاريع بمعنى أن التصورات للمشاريع هذه تحطت والبرامج هذه تحطت وحتد الفلوس موجود لكن هل المشاريع هذه قامت على أرض الواقع؟ إلى حد الآن لو كاننا نعملوا الإحصائية من القوش خمسين بالمية من المشاريع هذه كانت صارت لماذا؟ على خطرك شي الحكومة آنذاك حطت التصورات متاحة ولكن أعطيت التنفيذ لجهة حكومية لجهة الإدارة قال خدمة الإدارة عملت الإدارة ما قدرتش الإدارة لو كان قد يكون معناها لو كان دخلنا عاملة تشاركية في التنفيذ في مرحلة التنفيذ قد يكون الحال غير الحال قد يكون كنا نجم نمشيه أكثر إذن النقد الأول هو في المفهوم يعني من المفروض أن المواطن يدخل زادا في العملية التشاركية حتى في مرحلة التنفيذ النقد الثاني أن مركزية الإدارة وانفرادها بالقرار يعني أفهم تمركز الإدارة حتى بعد المفهوم هذه ونلقى أن سيمجدي راهم الإدارة سيوسري سمحني سيوسري راهم الإدارة وراه سيوسري هو يعرف أن في الإدارة متاحهم قاعدين يحضروننا في القيد ايضاً للتعديد 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 لكن هذه التعديد تكون بشكل ممركز كأن الإدارة هي التي تعطينا النمط والمفهومات تشريك المواطن النقد الثالث هو أن نحاول أن نزح لكي بسرعة نحن قاعدين في تونس تقريباً نحاولوا نعديوا الجمل من عمق دبوزة قدك بمعنى جايبين أفكار ونحاولوا نعديوا فيها وين النموذج التونسي؟ ما بنا ما حاولناه بالعكس نستنيروا بالأفكار ونخلقوا نموذج تشارك تونسي حقيقي قادر باش يتنفذوا يكون بسلاسة وهذا ما ينجم يكون إلا بدراسات سعر دراسات اجتماعية ثقافية تتعمل في تونس على الواقع التونسي ونشوفوها ذكاية كيفا مش هل نقدر باش نعملوه ولا احنا يلزمنا نعملوها تشاركية لكن كيفا نعملوها بطريقة تونسية ثم النقد الآخر هو الآلية الهامة للتشاركية وهي الميزانية التشاركية الميزانية التشاركية كان بجريكيا سبحانه فيها أخونا وجدي يقول أنه يسري سمحني هي مركز على حاجة أخرى يسري ورانا كيفاش أنهم عقدة برشا وفيها ديبانس وفيها رساد وما قلكمش عليها أن فيها عنوان أول وفيها عنوان الثانية والعنوان الأول رأوا فيه إجراءات معقدة تعقيد كبير برشا باش تتعمل والعنوان الأول نفس الشي إذن هل التعقيدات هذية كل الموجودة في الميزانية هل تنجم تخلي المواطن ولا المجتمع المدني باش يشارك ينجم يفهمها المواطن والمجتمع المدني براسك لا ما يفهمهاش لأنه لأنه يزمهم مختصين وهذا كعليش إلى حد الآن الإدارة تنظر للمواطن والمجتمع المدني أنه غير قادر باش يشارك في المرحلة في مرحلة التنفيذ ومرحلة التنفيذ تستوجب الميزانية وتنزيل المشاريع في الميزانية وأي مشروع موقع تنزيله في الميزانية رأوا كي تتصور له مئة عام تقع تتصور فيه وتخطط له مئة عام رأه من لن يرى النورة اتهنى هو يبدأ موجود في الميزانية ويا شوف وشوف كان يرى النور إذن المواطن الثاني هو لا بد من تبسيط الإجراءات وتبسيط الأمور للمواطن باش يقدر ينجم ينفذ إلى المعلومة وينفذ إلى هالبواطن وعر هذه الميزانية هذه متاع البلدية ولا متاع الدولة ولا هو المختص وتصب عليه ثم كان مر بسرعة فما انتقادات زادت توجه إلى المجتمع المدني في حد ذاته والمواطن في حد ذاته نحن الراوه طوى أن المواطن تقريبا في شبه عزوف عن الحياة السياسية والمشاركة في الحياة الجمعياتية والسياسية وتقريبا أمشي لقاها وتقاها معنبيا إيجا للأماكن الفاعل وفاها كشوية خدمة تقريبا توقفها حتى حد هل المواطن هذه السعب العقلية متاعه هذه هل هو زادق قادر بش يكون شريك حقيقي ولا لا حتى كنا حليناه إذن عندنا خدمة كبيرة برشا هي على هالمواطن هذاك كيف نخرج هالمارد من القمقم ممتاعه كيفاش المواطن عمل ثورة قدر بش يطايح ديكتاتور اقتر قدر بش يعمل كل شي لكن بعد لكش تخبأ وقعد لتالي كيفاش القمقم المارد هذائي الكبير هذائي يجبنا خرجوه بش يولي هو مشارك فعل يجبنا الموضوع هذائي منعرفش أني بالتثقيف بالإعلام بالغير وغير 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 ويجبنا نخدمه عليه ويجبنا نخدمه عليه ويجبنا نسكن نخدمه عليه كما قاعدين نخدمه عليه تفهيم مفهوم التشاركية والميزانية التشاركية ثم استفحال عقلية المطلبية وعطيني طوى وعطيني يعني هل هذه زادة بقد غدو الحي باش تساعدنا في التشاركية في البلديات نجيو باش نعمل وتروتوار يقول لك اخويا قدام داري ولا ما لا يستعرش كيفاش اه لاحظت لا ربط هل العقلية هذه يجبنا زادة يجب مقاومتها والخدمة عليها ومقاومتها تطلب مجهود كبير وتطلب اعتمادات وناس تخدم وناس فاهمة المشكلين هذه الجزء الأول الجزء الثاني تقريبا معناها خلال في دقيقة اهم شيء يعطيها في دقيقة حضر باش التشاركية حسب رأيي على طوى قاعدين نخدم عليها ربما يجيبنا المواطن المشارك ربما ولكن لن ما يش بتجيبنا المواطن المسؤول المواطن المسؤول اللي يشعر انه حقيقة هو اللي يقرر هو اللي ينفذ وهو مسؤوليته وبلاد بلاده وبلاده يترابه ويزم وينظف ويزم ويخطئ البديل البديل هي فكرة معناها أنا نقدم تشكراتي للمؤسسة جاسمان فونداسيون وللدكتورة معناها الحقيقة لا تحت لي فرصة باش نقدم الفكرة هذية لأنه أنا اليوم منيشي باش نقدم فكرة مكتملة أنا باش نقدم بوادر فكرة الفكرة هذية لزمها تتناقش نقاش كبير برشة برشة ولزمها تتوظف تتوظف بلها المسائل القانونية متاحها والإجرائية والتقنية ويلزمها لكن الحقيقة معناها حبيت اليوم نعطي الانتلاقة باش أولا باش نحفظ الفكرة متاعي من هذه كانت عند قيمة وذات وباء ثانيا باش نشرك أكثر ما يمكن من الناس في طرح الأسألة حول الموضوع ذا الفكرة بي اختصار بانيش باش نطول برشة شنو تقول احنا قلنا بكريكا في الميزانية التشاركية شنية هي تخصيص نسبة معينة من المال العام ولا البلدي للمجتمع المدني الواه مش باش ينفذوا لأ باش يتصور له مشاريع ويحط يشارك في البرامج وتوى البلدية ولا كذاته هي تنفذوا إذن التنفيذ بما فيه تمويل وإيجاد التمويلات لنا التنفيذ مش بركة رأوا الكياس نعم الكياس بكريكا أخويا يسري فهمتوا ألا قار رأوا وقرر بش عمله كياس ومبعدك شديرك تموه ولا كياس الأمور أصعب ألف مرة من الكاك الأمور السعب شوصي لتعمل الكياسي تدوجد التمويلات يلزم نلقاوه شكون بش يمولنا من صندوق القروض وغيره يلزم نلقاوه المقاول يلزم فما كل البروسوس متاع الصفقات وما أدراك ما الصفقات وكل لجان الفتح والفرز وإلى آخره هي قاعدة تعطل في المشاريع وهذه هي المشكلة الغادي هو العركة الكبيرة غادي ليس العركة في التصورات رأوا نجمع المؤلف تصور فاندي المهم أن الفكرة تتمحور وحاول أنه نحب المشاريع المواطن يولي شريك في التنفيذ وأكثر من ذلك أن المواطن يولي الشريك أساسي في التمويل ما معنى؟ في هذا أن البلدية تعطيني خمسة بالمئة من الميزانية وتقول يا أهل هذه البلاد يلا قرروا ما يقولون بستصرفوا الخمسة بالمئة ويكان قيدكم بهين وعاقلين وتقدوا رواحكم طوال عام جين طلع حالكم عشرة برا عشرين عام نلقاوه رواحنا كم سويسرا أنا أقول أنه نقسم الأمور إلى أحيان وكل حي يولي عن طريق الأداء البلدي قاعد يدفع فيه ولا هو من المفروض مقابل خدمات قدمه منه البلدية يولي الأداء البلدي هذاك هو تمويل للمشاريع التشاركية البشتقام في الحي يمتعه تولي أن كل حي كل عام نعرف رواحياني حصلنا مثلا خمسين ألف دينار من الأداء البلدي للحي هذاك وكل خمسين ألف دينار هذه تولي من حقي من حقي الحية ذاك أنه يدخل بها إلى جانب تمويلات أخرى عن طريق صندوق القروض ربما قروض ومنح تتعطاله تولي عندي أنفلوب 250 ميل دينار ولا 200 ميل دينار للحية ذاكة والولي ولقت الحية ذاك يجتمع وهو يقرر ما نعمل في الحية متأين عن منطق خضراء نعمل كياس نعمل الكياس العام الجاي نعمل التروتوار بعد ونعمل منطق الخضراء ويقرر باش البلدية صحيحة لتنجزلوا البلدية لا تسهلش ولكن مندوب الحي والفكرة معناها كما قاعدة ماشى في البروسيدور معناها بتاع البرتيسيباسيون مندوب الحي واللي هو هو صاحب المشروع الماتر دي برو جي واللي هو صاحب المشروع ويولي هو مومبر أساسي في لجنة الصفقات لكل مشاريع متاعه ذيك وهو مومبر أساسي في لجنة الفرز ولا لجنة الفتح باش دي كان فما تعطيلي دي كان فما مشاكل يولي هو مطلع عليها وهو يدز نحو حلانها هذه حاجة حاجة ثانية نربحه أنه نلقاه أنه بيشتولي عنه تنفس بين الأحيان وحاجة ثالثة هام وأساسية بكريكاية قال لنا أنه راه التشريك المواطن في باريس معناها ساعدهم على استخلاص الأداءات بعد وقت نولي الرد المواطن أنه يعرف أنه الفرنكل بشي يعطيه رابش يرجع له قدام باب دارو طوي يولي يعطيه وحاجة أخرى أنه قدت في التمويلات النجمه المؤسسات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني قدت ولي هي بيدها تكون ممول وداعم لمجهود أكل حي هذا كي وبالتالي معناها نربحه برشة أشياء ديركتورون سامحوني بيش نمشي ما مش الأهداف نربحه أهدية الأهداف تعطيني أول حاجة خلق نوع من الاستقلالية عن البلدية تولي ما عادش البلدية مزيئة بيش تعطيني خمسة بالميال لا أبدا نولي يعني الحي أنا نفرض على البلدية أنها تمولي المشاريع في حدود الأموال اللي أنا حصلتها ثم إيش بيش تزيدني هي هذا واحد فما تولي تشاركية لهنا ما عادش منه من أحد تولي تشاركية لهنا هكا فرض يفرضها المواطن هذه واحد اثنين تشجيع المواطن على دفع الأداء واضح خلق نوع من التنافس بين الأحياء بطبيعة الحال نحن نتوجمه لقاعد صاير سالة ساعة الحية المستجيب العامل تقسيم امتعه ويدفع في الأداء امتعه البلدية تخليه وتخليه ناقص وتمشي تصرف على الحية العشوائي وغيره ما مش هذي 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 هبقى أني ندفع في الأداء امتاعي ومستجيب ونسا نمنظب وخذية النوم رمتاعي في آظم قسمة كذا كذا معناها الميتر ونخرجين شراء ونلقى الفلوس لكل فلوسي وفلوس لاخر تتصب للاهن نوع من العدالة ثم دعم روح المواطنة والمسؤولية لدى المواطنين حاجة أخرى الحد من مركزية القرار البلدي بما يتماشى وروح الدستور احنا الدستور شنو قال قال أن راهم لمركزية معناها تتعطا بعض الصلاط للبلديات ثم تبقى الدولة هي التي تعمل للدولة تولي معناها في صورة بلدية وقعت في إشكالية ولا ما نجمتش روحها الدولة هي التي تسوي أحنا يتولي البلدية تستجيب للدستور وتاخذ دور الدولة بين الأحياء الرول يولي عند البلدية إذا كان فيما أحياء صار فيها بعض التفاوت بين الأحياء تولي البلدي هي تعمل تنمية مسؤولية الجميع والمواطن كل مواطن مسؤول على التنمية قدام داره في حيه وبالتالي تصبح التنمية على رقعة أكبر ثم ضمان مشاركة أكبر وأوسع تشمل كل فئات أهل الحياء بالطريقة هذه ليست أنني أدفعت فلوس فليست أن يأتي من السلوب أبدار ويسكت عليها ليست أن أدفعت فلوس لكي تصرفوا غدوة غادي نلقى أن الجيران والناس كل جي تحذر لي للاجتماعات واجتماعات الحي الثلاثة الثلاثة ضمان إيجاد مصادر تمويل قارة للمشاريع التشاركية مع غدوة الحي الميزة البلدية تقول لي نعطيك خمسة في المياه آه والله يا رأي المدخيل متاعنا حسب الواحد والله لكفاتسنا نحن يا دوب كان خلصنا خدمتنا وكذا ولذا الغالب سنا ما فمش لا أنا فلوسي كمواطن أعطيتها وحطيتها النقطة الأخيرة هي إمكانية انخراط القطاع الخاص والنسيج الاقتصادي المنتصب بالمنطقة البلدية والجمعية والمنظمات في توفير التمويلات على كل حال هي بوادر الفكرة كفكرة يلزمها برش خدمة ويلزمها معناها تتخدم على أصعدة قانونية تقنية إلى خيره المهم هذه مجرد فكرة ومجرد بادرة معناها من البولة إن شاء الله تكون معناها تكون بارتنونت وباهية وشكرا سامحوني على إيطاليا فلما حضرنا وقتا بدنا نلقى في الإشكالات الإشكالات رأي قانونية بحتة المواطن التونسي فارح بالثورة والطيب مقتنع بها يحب يقدمها فكان اقترح البلوكاج القناة في الموزارة هو بلوكاج قانوني هو صد قانوني بالدرجة الأولى يقترح المواطنين في مقترحات كانت الحقيقة معقولة جدا وقضناها وليك يأتي المقترح من المقترحات وقالوا كذا لازموا دراسة وينزمنا للمولد دراسة وينزمنا لنعرفوا الكوم وينزمنا لنعرفوا التون على دراسة هكا ولا ليس يسرين وبالتالي كانت بعض المقترحات لم تقنية حظها ولم تقنية النجاح مجرد على خطرة مسألة قانونية في حين لقنا مقترحات أخرى ومشأت ودخلت في ميزانية وتنفذت وكانت مقترحات مواطنية النقطة الثانية التي أريد ركز عليها إلي رأي الإشكال ليس التنفيذة كهو حتى الدولة رأي إلى حد ما كدخلنا في وسطها تستغير ليس الإشكال الإداري برد الإشكال في المقاولين إلى اليوم نشكو إشكال في المقاولين إنتبه عندما خرجوا لعبايل دوفر فرصف قانونة والثاني يخذهم الكل يعدت هذه ويعطل الأخرى ويخلل هذه لا تذهب بالإقدار ويحاول أن يأخذ الأخرى بقدره ويوقف ويأرجع للأخرى الإشكال الرهيب الذي يتون عنه فيه هو إشكال زنطق بخنوخ خاطر الدولة ما تلقاش عندها تركتوفيل وعند الوسائل اللي بتبدأ بهم مشاريحها بالعكس هي تنتلق من الميزانية ثم ترجع من بعدها للخواص وخاصة المقاولين اللي هم من الأسباب الحقيقية اللي عندنا مشاريحها التالتوى تدزوا فيها الدزالة معهم والأموال مرصودة والمسألة الإدارية محسوبة شكراً شكراً جداً سامحونا يا جماعة الوقت أدركنا مداخلة أخيرة لسفوزي غادي في دقيقة عايشة أسفوزي دقيقة أو نصف نتعديه للعرض القادم الموضوع هذا الميزانية التشاركية هذا السم للغاية ونرى الطرح النظري ونرى تجربة تطبيقية ونرى بعض الحدود للميت الطرح الحالي وربما بعض البدائل الحديث وشجون والموضوع يستدعي يوم أيام دراسية وبحثية ولكن أحنا مصطرين باش ننتقلوا الوجه آخر الوجه برك الله وفك هذا مجهود مجهود نقوم به وما هوش معناتها الأكيد ثم أوجه متاع قصور نحاولوا بكلنا نتجاوزوها كنتم قول اللي ثم أوجه آخر للأدوات للديمقراطية التشاركية يتمثل في التكنولوجيا الحديثة وأحنا بكلنا نعرفه كيفاشل الشبكات الاجتماعية لعب الدور في فجر الثورة التونسية وليوم نحب نحب نقض ملكم شبا تونسية متميزة اسمها وليأ قاسمي لعب الدور في الدموقرات تحضر عسليم النسكل كما قلكم أنا ولي قاسمي رئيس منظمة شباب يقرر واليوم بيش نحكي لكم على ثلاثة حاجات بيش نحكي لكم على الشباب وعلى لجنراسون تكنولوجي نيتف عنا في تونس بيش نحكي لكم على تاجربة احنا عمل لها في الانتخابات الرئاسية وكيفيش تاجربة هذي اثبتة النجاح امتاحا وصلنا دخلنا الشباب في لدبا politيك غراسة امتاحا قناة لانسي وبيش نحكي لكم على بيش نحكي لكم على البرجة متىنا مع البرلمان تونسي وكيفيش نحبو الشباب يتعادل من الكنتستation للبروبوسيشون وإلإعادلاء البرجة للواء ولي بالتكالي حبيرا همawjudين في البلايد نحن في تونس 60% من التونس عمرهم أقل من 35% 35 سنة عمرهم اللي جون اللي أقل من 35 سنة يفوتوا 6 ملايين على شعب فيها 10 ملايين مواطن 55.8% من الشباب المتاعنا البين 15 و 29 سنة نيت معناها نحن نلفت انتباهكم اللي أحنا قدم إن جنراسون كي تتين أنبوار اللي هو التكنولوجي نقولوا التكنولوجي نقولوا لانفورماشن كي دونو انستاني موبيل انتخنشنال متحكم شفية الجغرافيا محكم شفية الوقت خاطر توس المشين اللي أمريكيا في ان كلكوز انستان معاش نحكيو بالسقند نحكيو بالميليسقند قدم اون جنراسون كي ماترز سات انفورماشن اللي وصفتها في لفير ببليك وصفتها باش تخرج ديكتاتور من البلات وتناجم توظفها عنها ريخير باش تبني ولا باش تهدم البلات دونك هذو ما شباب امتاعنا اللي ثارو واللي استعملوا التكنولوجيا باش يعديوا لازنفورماشن عند شعب تونسي الكل باش شعب تونسي الكل إلسومو بيليس ويخرج للشارع ويقول ما عادش حاجتنا بالنظام هذا كي ما هتنجم نستعملوها في برش حاجات تقادي للعنف وتقلق السلم اللي نحب ونعيشوه في بلادنا باي في الانتخابات الرئاسية نانسي قيم عالية اللي توجد لها قيمة جديدة من المتلة والparتا من الولة اطلاق السلم موريس ونعيشون قوتيہ تضطلهم دي بلس و دي مو فاما دوزيان بارتي هومالي سيجي دو لأكتوالي تي باكتوالي تي باكتوالي تي باكتوالي سيجي تقول نحب نس الاتوين ساشنو رايهم في حكم الادم هل أنت معا أو ذات حكم الادم كتحطت بلس أنت معا كتحطت معا أنت ذات ونجم نسألو على أي سيجي يهم سوسيتي ولا يهم الحيات العامة الشيء التنفدي بمو Viشخار رونس والزيل على 1 200 000 utilisازات بطعون الرجم efficiency والزيلة والزيلة والممان وثلشesa مما أنت وثلت وقسائل ولم عائل الغدئوبية لفهر المثالية مواطني السلام الوطن يعطي شاربتي الاشتراك وتي باكتب toe قد مد BRK المشال أعلن لكتوبصة الواقع تي باكتوالي نحن الام نحن نتحرك من 16 من الـ 27 سلوك أن أربعة منهم انسحبوا من الانتخابات فنحن نتحرك من 16 منهم هذه المستخدمة ليست تحديد الفرصة لتشوف الناس كيف تخامهم تحديد الفرصة لتسأل أسئلات تطرح على الناس لتعرف رأيهم كيف نحن نتحرك كزيدة لتوجود الى استعرار كبيرة وغيرًا ومحن نتحرك من أحداث كعار لعضبات المعارضة نحن أيضا كدثة Ana un candidat X يوجد الكثير من المّزل الى الموادين وعلمات المعارضة بالموعدة وعلمات المعارضة بالموعدة المتحدثة المرادة المعارضة بالمناس بجديد هذا أكثر المترجم بقبل المترجمات المترجمات تقريباً لفعروفات الدراجية في عددنا الإجابية العقابية بالقناة الأشمالية العربية والإسلامية المترجمات المترجمات والعملية بمعجل والدولي في كلاس وكلاس وكلاس وثياته والإجابة يتم تحرم الأشمال ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر